نوه سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بما قدمته تركيا الصديقة من أسباب نجاح تنظيم القمة الإسلامية المنعقدة في مدينة إسطنبول والتي تسعى أدول الأعضاء إلى نتائجها لتسهم بمزيد من التعاون والبناء والتنمية وأشهد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء لدى حضوره مأدوبة العشاء التي أقامها فخامة الرئيس رجب طيب أردوغانا رئيس جمهورية تركيا رئيس الدورة الثالث عشر للقمة الإسلامية على شرف رؤساء وفود الدول المشاركة بدور تركيا المهمة في رفض وتعزيز مسيرة منظمة التعاون الإسلامي التي تعد إحدى المؤسسات المؤثرة في مسيرة التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية وبلورة الأطر الرامية إلى تأكيد دور المنظمة الإسلامية ونصرة قضاياها العادلة ترجمة نانسي قنقر